السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ابراهيم خليل ويعطيكم ألف 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 عافية ما قصرته صراحة وصلنا لعدد المشتركين في لحظة تسجيل هذه الحلقة تقريبا تقريبا أربعة آلاف مشترك ما بقي شي يعطيكم ألف عافية ما قصرته يعني صراحة يعجز الواحد هو يشكركم في كل مرة في كل مرة يعني المشتركين اللي ملاحظهم عندي في القناة ممقصرين بشي حضور مشاركة معي لايك وفيفورت يعطيكم ألف عافية في ملاحظة بسيطة بس مدري إيش صار القناة الفترة الأخيرة بس آخر أسبوع أو أسبوعين لاحظت عدد الفيو قل فهل في شي غلط صار في القناة إذا في ملاحظة عندكم شي على القناة يعني لا ترددون وراسلوني فيها إذا في شي حابين أني أنزل بكثرة في القناة عطوني خبر يعني أنا حاول أنوع وأرضي الجميع يعني كل المجهود اللي قاعد يصير في القناة يعني ما قاعد يضيع ما قاعد يصير على فراغ يعني في في تقبل في مساهمة الشباب ما تقصرون يعطيكم العافية يعني مهما أقول شكرا 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 هذا راح يكون آخر كومنتري لي قبل قبل رمضان يعني آخر كومنتري قبل رمضان يعني آخر كومنتري قبل رمضان إن شاء الله في رمضان فأكثر من شي صنعين على التجميع جميعا من المقبل إذا توخبرنا والراقم لنبتع Records سلسلة في رمضان شيء خاص برمضان وأتوقع أن أغلب القنوات راح تخصص شيء خاص برمضان يعني التلفزيونات كلها مخصصة مسلسلات لرمضان نحن نعتبر نفسنا جزء من الإعلام الجديد جزء من التلفزيون فراح نخصص برنامج خاص برمضان عارف رمضان شهر عبادة رمضان يعني للطاعة لكن صحيح أن رمضان للطاعة والعبادة لكن ما حدا راح يقول أتحدى واحد يقول لي ما راح يلعب إكس بوكس ما راح يلعب بلايستيشن ما راح يرفع عن نفسها يعني الترفيه جزء مهم صحيح كلنا راح نصوم راح نقل قرآن راح نعبد ربنا لكن في جزء بسيط اللي بنخليه لنفسنا يعني للترويح عن النفس فإن شاء الله أكون أنا جزء من الأمور اللي راح ترفع لكم عن نفسكم يعني راح أسوي مسابقة بسيطة في رمضان بحاول هو بيكون تحدي لي وتحدي لكم في نفس الوقت التحدي بالنسبة لي راح أحاول أن أنزل كومنتري يوم وترك كلكم انت راح يكون في سؤال السؤال لسه ما يعني ما حطت في بالي طريقة محددة للسؤال لكن السؤال يعني ما راح يقول والله السؤال اليوم كذا 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 أبدا يعني مو مثلا السؤال اليوم وش اسمي أنا وش اسم إبراهيم ما راح يصير زي كذا يعني بيكون شي زي الفلاش كذا بيجي في الشاشة مدة جزء من الثانية وبيروح ما راح يبين عندك يعني إذا ما انتبهت له في نفس اللحظة تحتاج ترجع وتشوف المقطع من جديد أبخلي زي كذا لحظة تجي في في وسط الفيديو ولا راح أحدد متى راح أتجي بحيث أن الأشخاص اللي يتابعوني ويهتمون بالفيديو راح ينتبهون له الشي بيشوفوا ويكون في شي غريب سير في الشاشة هنا بيكون السؤال واحتمال كبير يعني أحط مثلا صورة بدون ما أحط السؤال بدون ما أكتب لك السؤال يعني إذا ما كان في سؤال بس في صورة منه صاحب الصورة منه الشخص اللي موجود في الصورة فبحاول أمشي على هالطريقة بكون قاعد أسوي كومنتر عادي يعني كأن فيديو عادي كأن كومنتر لي وما راح أتكلم بقول والله هذا السؤال بتفاجأ كذا بيطلع شي في الشاشة وبيروح في لحظة في شي بسيط جزء من الثانية إذا ما انتبهت له تحتاج ترجع الفيديو وتوقف على المقطع هذا في آخر رمضان إن شاء الله راح أسوي سحب بسماء الفائزين أول واحد يجاوب السؤال راح يتبر فائز بتقولوا لي طيب كيف يكون فائز ومحنا ما لدي متى بينزل الفيديو راح أعلن كل يوم متى راح ينزل الفيديو يعني بقول مثلا اليوم راح ينزل الفيديو الساعة عشرة بالليل مثلا اليوم اللي بقى الكومنتر اللي بعد السؤال بقول مثلا راح ينزل الساعة عشرة صباح مثلا راح ينزل الساعة واحد الظهر فبحط هالإعلان في التويتر اللي تابعوني في التويتر وراح احطه في القناة اللي ما يتابعوني في التويتر يعني أتمنى أنكم متابعوني لأني أتكلم كثير في التويتر واخربط وقعد أهذر ويصير فيه ضحك فيه وناسة في التويتر سوف ننزل في التويتر و سوف ننزل في القناة سوف تلاحظون اي واحد مشترك عندي سوف يطلع في السب بوكس بيكون في الوقت بالضبط ان شاء الله بيكون يوم وترك اخر رمضان يعني بالغالب راح يكون عندي خمسة عشر فايز الخمسة عشر بسوي سحب عليهم بجمع الاسماك الله وبسوي سحب بصورها في لوق السحب ان شاء الله الفايز يعني الى الحين ما تحدد الجائزة بس لا تتوقعون شي كبير يعني الجائزة ما راح تكون قطعة ارض ولا راح تكون سيارة مسدس ولا ولا حتى عراوي ولا ولا يمكن جنط بس بيكون ان شاء الله شي بسيط شي له قيمتها بيكون يعني الهدية بتكون يعني ما هي قيمتها المادية كثير ما هي قيمتها المعنوية بيكون يعني لا تتوقعون هدية بخمسة مليون لان انا اصلا ما عندي خمسة مليون بيكون شي اقدر اوفر لكم اذا في واحد والله في راعي في محل كان مستعد ان يقدم الجائزة كبيرة راح حاول اتواصلوا اياهم وبخليم يقدموا جائزة كبيرة لكن حاليا ما اوعدكم بشي كبير اوعدكم بجائزة قيمتها المعنوية اكثر من قيمتها المادية يعني راح يكون مثلا نقاط اكس بوكس واشتراك سنة وشي ثاني كده بسيط بيكون مثلا تي شيرت راح يكون تي شيرت على اسم القناة هو شي اكيد ان راح يكون فيها جائزة في تي شيرت عليه شعر القناة يعني بالاضافة الى كم من شي مادي بسيط ما راح يكون قطة ارض زي ما قلت لكم ما راح يكون سيارة على العموم اتمنى ان هذا الفيديو يحصل على التوب فايفوريت واكثر الناس تشوفونا اخر شي حب اعتذر لكم على الخلل الفني اللي صار في البودكاست حلقة الثالثة انا تحمل مسؤولية كاملة صار عندنا مشكلة في الاتصال فصار في ضغط على التصال المفترجمات الفيديو بطريق خليفات المفترجمات 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 المفترجمات